مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتغل السلام مرحبا بكم في قناة طاليا فالله تكونوا كامل بألف ألف خير إذا أول مرة تشوفوا الفيديو تاعي ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس هكا دائما يلحقكم كل الجديد اليوم وصفة تحلية بالفارولة والكريمة هايلة بزاف وبنينا ومنعشة باردات جي هايلة بزاف وثاني سهلة توجدها في دقائق تبعوا معايا الوصف عندي هنا كمية من فارولة قطعتها مكعبات صغيرة هنا الكمية على حسب وش حابين نديروا لعدد الأفراد العائلة نحكي من نصف هذه الكمية نحطها في كسرونة ونزيد لها زوج مغارف تاع السكر هنا راح نخدم سلسة الفارولة والكوليد فخيز يجي هاي البزاف في ديسار في طاقت هاي البزاف راح نسخن هاذ الفارولة مع السكر نزيد لها قطرة تاع الماء ونخليهم يغليوا تقريبا خمس دقائق ونرحيهم بالبغاء ميكسر واذا ما حبيتوش تديروا هذي الكوليد فخيز خليوا بارك الفخيز تاعكم وزيدولوا السكر على حسب الحلوة تاع الفارولة اللي عندكم وخليوها حتى تطلق هذا كل ما اتاعها وتقدروا ثاني تشكلوا بها هذا ديسار ونظرك راح نبدأ نخدم الكريمة تاعي انا استعملت الكرام شانتيه بودغ هذي درت ساشي تاع الكرام شانتيه بودغ ونزيدلها 100 ميلي ليلتر تاع الحاليب تقدروا تقيسوا بالكأس ديروا كأس تاع الكرام شانتيه كأس يكون صغير وزيدوا كأس ماهوش معمر تاع الحاليب وبعد ما نطلع الكرام شانتيه نزيدلها نص باطا ولا 125 جرام تاع الماسكاربون هنا الماسكاربون وعلىها نديروا جوبنة الماسكاربون ديجات تعمتها مليح وثاني تجي الكريمة تاعنا شاداروها اذا ما عندكمش الماسكاربون تقدروا تعوضوها بالشوكولات البيضة الذائبة ديروا تقريبا 50 جرام تاع الشوكولات البيضة على حسب الكمية اللي درتوها وذوبوها مليح خليوها تبرد شوية ولوحوها على الكرام شانتيه بعد ما تطلعوها وتخلطوها مليح هكا الكريمة تجي هايلا بزاف مكونات تاعي كامل راهي واجدة شوفوا الكوليد فخاز رحيتوا بالبغا ميكسر جهايل تقدروا تضينو به كامل لدي ساقتاكم وعندي شوية تاع الفخاز وعندي بسكويت بسكويت اللي تشربوه مع الشاي ولا القهوة العادي رحيتو تخيرو اي بسكويت تحبوه والكريمة تاعي درتها في البوشة ودرك رح نبدأ انشكل اللي فيغين تاعي هنا طبقات تقدروا تديرو كما تحبوه انا درت طبقة اللوله تاع البيسكويت ونبعد نزيد لها الكريمة ونزيد لها الحبات تاع الفخاز ونزيد فوقو لكولي هذا انا نحب فلي ديساغ تاعي نحب زفلي فخوي يكونوا هكا طبيعيين بلا ما نزيد لهم حتى اضافات وكي ما قلت لكم اذا ما حبيتوش تديرو سلسة الفارولة تقدرو تعوضوها بالفراز هذا تلوحو عليه برك السكر هو رح يطلق الماء التاعو هنا نكمل كامل طبقات بنفس الطريقة نزيد البيسكويت ونزيد الكريمة ونزينهم وما تنسوش الكريمة تاعكم لازم تحتفظوا بها في الفخيجي داغ تقدرو توجدوها من قبل وثاني ليفيغين بعد ما نكمل نحطهم في الفخيجي داغ لكن نحطهم في الفخيجي داغ الكريمة رح تتماسك وتجي هاي لبزة فنا نكمل كامل الكؤوس تاعي ونبعد نتلقى وباح تشوفوا التحلية واجدة تحلية تاعي راهي واجدة نتمنى تكون عجبتكم الوصفة راهي سهلة بزاف وسريعة في دقائق توجدوها توجدو تحلية للصهرات اذا عجبتكم هذه الوصفة ما تنسونيش باللايكات وليكومنتار وما تنسوش تبا اختاريو الفيديو تاعي هكا با هي شوفوها الناس واحد اخرين ويستفادوا من الوصفة وشاركوني تطبيقاتكم ما بعثولي في الانستغرام ولا في الجروب تاع الفيسبوك هكا نبا اختاريوهم معا كامل المشتركات في كامل لغزو سوسيو تاعي ولحقنا للنهايته الفيديو انا نقولكم صحة بطاركم وصحة صحاركم وتلقى في فيديوهات اخرى ان شاء الله سلام موسيقى موسيقى ما